يا مساء الفل على احلى متابعين تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد يارب تكونوا بالف خير وصحة وسعادة وتكون الفيديوهات اللي بقدمها لكم بتنال على اعجابكم ورضاكم واهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ والنهاردة بقى هنديها كباب فراخ كباب الفراخ النهاردة على المتجاز يعني لا محتاجين شواية ولا محتاجين اي حاجة ولا جريلة ولا الكلام ده خالص هنعمل وليمة كبيرة جدا بفرخة واحدة بس نهاردة التحدي بتاعي اني عندك فرخة واحدة بس هتعملي بيها اكلة كبيرة اوي اوي اكلة هتعجبك جدا وهتبسط ولادك اوي 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 بصراحة تجربة فضيعة بس لو لسه ما اشتركتش في القناة باتمنى منك تنزلي بقى تدوسي على كلمة الشراك اللي باللون الاحمر وجنبها هتفعل جرس التنبيهات على كلمة الكل عشان يوصل لكل الاشعارات اللي بقدمها من قناتي ودلوقتي هنجيب الفرخة دي وهنشوف هنعمل فيها ايه هنقطعها تقطيع كباب الفراخ وعايز اقول لكم اني طلع كباب الفراخ صدقوني احلى من كباب اللحمة واسهل بكتير انت الاكلة دي ممكن تعمليها لو مجاية من الشغل كده لو مستعجلة تبقى عند الجهزة في التلاجة يدوب بقى تجهزيها على طول عشان نقطع الفراخ تقطيع كباب الفراخ تركز معايا قوي قوي اول حاجة هنعملها هنشيل الرقبة واي حاجة هنشيلها من الفرخة هنستخدمها برضو جوه الاكلة دي ما تقلقيش خالص خالص مش محتاجين بقى ان يكون عندنا جريلة او محتاجين ان احنا يبقى عندنا شواية او محتاجين فحم لو مكسلين الموضوع بسيط جدا وسهل اوي هقولك الاكلة الشهيرة اللي طبعا كل ناس طلع بها في المطاعم نروح المطاعم ناكل كباب الفراخ ليه ده كباب الفراخ طلع سهل جدا في البيت اسهل اكلة ممكن تعمليها مش محتاج اصلا لوقت ولا مجهود ولا حاجات ولا امكانيات كتير يعني اكلة على فكرة مكوناتها بسيطة جدا وسهل اوي اوي فاصلنا الفرخة نصين كده من الظهر بتاعها وبعد كده بنقطعها ارباع زي ما انتو شايفين كده بس لسه كمان فضلة تكة يعني كده هنمسك بقى كل ربع من الفرخة انا قلتلكم ان احنا الفرخة هنعملها بقى وليمة كبيرة هنمسك الفرخة هنا هنقطعها نصين يعني الورك هنقسم الورك نصين الدبوس ده بقى هيبقى الوحد وخلاص مش هنقرب ناحيته اما الحتة اللي مسكة في الدبوس او بقى الورك ده هنقسمه نصين برضو بالطريقة اللي انتو شايفينها كده انا قطعت الفرخة السدر بيتقطع ثلاثة والورك بيتقطع ثلاثة يعني الفرخة بتتقطع اتناشر حتة تمام اتناشر حتة بالضبط عايز اقولك بتبقى تحفة لان احنا مش محتاجين قطعة كبيرة في الاكلة دي احنا محتاجين قطعة صغيرة خصوصا بقى لو الفرخة بتاعت الكبيرة لو فرخة بتاعت الكبيرة هتقطعي السدر اكتر من كده علشان تبقى معاك مستوية وحلوة بصراحة كل اللي هيكل الاكلة دي هيقولك ايه الجمال والحلوة دي الاكلة الفضيعة دي الاكلة الجميلة دي الاكلة الممتعة دي مع انها سهلة وبسيطة ومش محتاجة اي حاجة خالص هنجيب بقى تدبيلة واهم حاجة وبقولكم وبتك اوي على كلمة ايه التدبيلة اهم حاجة ايه التدبيلة هجيب معلقة هاريسة عليها معلقة خال وهضيف هنا زي ما انتو شايفين اه توم بودر وبصل بودر وملح وفلفل دول الحاجات الاولالية اللي انا بضيفها بعد كده بضيف بقى زي ما انتو شايفين كده معلقة سكر دي مهمة اوي اوي وبضيف بقى عصرة الليمون اللي انتو شفتوها دي وهجيب بقى دلوقتي كاري وهجيب فلفل اسود وبهارات مشكلة الكاري والفلفل الاسود والبهارات المشكلة دول بيعملوا تست غير عادي البهارات دي لو مش موجودة عندكم في البيت ممكن بمنتهى البساطة تروح تشتروا شوية بهارات من عند العطار وتيجوا هنا تحضروا كورس التوابل اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف وانسوا اي خلاطات عملتوها قبل كده من هنا ورايح التوابل بتاعتنا جوه البيت بطريقة بسيطة جدا وباسعار يعني رخيصة جدا جدا مش محتاجة تشتري من عند العطار التوابل بكميات قليلة جدا وباسعار غالية لا هنشتنعملها في البيت بطريقة بسيطة جدا عصرة اللمون مع معلقة صياسوس مفيش صياسوس جوه البيت بسيطة جدا يا ستك كل معلقة عسل اسود بس كده هيا دي تدبيلة كباب الفرح بسيطة وسهلة جدا 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 هنعمل ايه بقى دلوقتي كل المكونات اللي انتو شفتوها دي كلها هنتبل بها الفرح كويس قوي يعني محتاجين نقلبها كويس بحيث كل التوابل تبقى معايا دخلة في في الفرح طبعا الهاريسة لو انتو لسه اا ما تعرفوش تتعامل ازاي او بتشتروها من برا خلاص بقى هنوقف شرة من برا الهاريسة معمولة جوه البيت وهسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف طبعا السر بقى بيكمن في ان الحاجات دي بتتساب جوه التدبيلة مش اقل من 12 ساعة بس انت لو مستعجلة ممكن 6 ساعات 3 ساعات بس ما تتبليهاش وتشتغلي بها على طول لازم تتبليها فترة طويلة على فكرة يا جماعة هقولوكم على حاجة حلوة انتو ممكن اول كل شهر كده تجيبوا فرخة وتقطعوها وتتبلوها وتشلوها جوه الفريزر في اي وقت تكونوا مزنقون فيه تشدوا الفرخة دي وتعملوا الاكلة دي هتقولولي هتبوص بالعكس كل ما هتقعد في التدبيلة اكتر كل ما هتبقى احلى اكتر لان احنا في المطعم بناكلها بتكون متتبلها لها 20 يوم يعني مفيش مشكلة خاصة اهم حاجة تبقى جوه الفريزر متكونش جوه التلاجة جوه التلاجة يبقى اخرها يوم وبعد كده نشتغل بيها هنا بقى المفاجأة انا حبيت ان انا اضيف البدنجان يعني البدنجان ده حلو قوي وجميل جدا مليان حديد بس مهملين فيه نهاردة بقى هنشتغل شغل شغل يعني تركيا بقى بدنجان وبصل وتماطم وبطاطس ودلوقتي حالا هنجيب اسياح الشيش طوق العادية جدا اللي احنا بنجيبها الخشب مش محتاجين اسياح حديد ولا حاجة ولا محتاجة ان يكون عندك الصينية اللي انا عندي دي على فكرة اي صينية تكون عندك في البيت بتشوي فيها اي صاجة فرن مفيش اي مشكلة خالص الاكلة دي مش محتاجة بقى يعني افتكاسات او محتاجة حاجات صعبة الاكلة دي سهلة جدا جدا على فكرة انا لما بكون متأخرة او مش فضية او مش ما عنديش وقت اعمل اكل بعمل على طول كباب فراخ وبتبقى احلى اكلك كاينها وليمة يعني كايني عملت اكلك كايني عملت عزومة هشك بقى الفراخ في الطريقة دي في اسياح الشيش طوق زي ما قلتلك مش بحتاجين يبقى عندنا اسياح حديد واسياح الشيش طوق بتبقى رخيصة مش غالية وموجودة بقى في السوبر ماركت هتلاقيها وتقدر تستخدميها بمنتهى البساطة وحاجة سهلة جدا حتى لو ما عنديش اسياح الشيش طوق ممكن ارسوهم في الصينية بس طبعا الاسياح بيعملوا شكل حلوة وطبعا اكلة بتبقى جميلة جدا عايز اقولك التدبيلة هتنعم معاك الفراخ اوي لان احنا ضيفين فيها سكر وضيفين فيها خل وطالما ضيفنا الخل والسكر في اي لحوم هتبقى معايا تدبيلة تحفة اوي عملتلك قبل كده شاورمة الفراخ وهسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف من ضمن الاكلات السريعة اللي بنكونها برا في المطاعر عملتلك بقى شاورمة اللحمة بوكس السعادة عملتلك الشاورمة بتلات طرق مختلفة وعملتلك بقى الباني والبوفتيك والنجيتس والكنتاكي ورز الريزو يعني من الاخر ملكيش حاجة حتى المكارونات دخلنا فيها وعملناها كل الحاجات الحلوة دي هتلاقيها جوا سندوق الوصف حتى السمك عملنا في شهر وعملنا طرطة كل الحاجات دي هتلاقيها وفاجئ بقى ولادك في البيت بحاجات جميلة وحلوة وخلي الأكل في البيت يبقى أشهى وأحلى وأنضف وأضمن من المطعم بكتير ووفروا فلوسكم بدلا ما تدفعوها في الأكل ادفعوها في حاجة تانية بس كده نيجي بقى للخضار اللي احنا بنستخدم وهنستخدم زي ما قلتلكم البتنجان في قيمة غزائية عالية جدا وفي حديد وعملتلكم قبل كده أربع أكلات بالبتنجان منهم التبسي كان أحلى أكلة وهسيب لكم اللينك بتاعها فيه صندوق الوصف دلوقتي عندي بقى البطاطس المتقطعة زي ما انتو شايفين كده شرايح هقطحها شرايح الصغيرة زي كده عشان تبتدي تستوي كلها مع بعضها وتماط المتقطعة شرايح وعندي البصل هوريكم دلوقتي طريقة حلوة جدا في شكل خضار هتعجبكم وهتدي شكل حلو قوي للأكل هجيب البتنجانة وهحشيها بالبصل يعني دي أول فكرة ماشي هوريكم كذا فكرة تاني كذا فكرة تاني هوريها لكم في أفكار الحشو البتنجانة بالطريقة دي احنا حشيناها بالبصل هجيب بقى البطاطساية وهدخل جوها طماط ماية بالطريقة دي هوريكم كمان طريقة حشو تانية وحلوة إن انا هجيب البتنجان وحشيه بقى إيه المرات دي مش حشيه بصل المرات دي هحشيه طماطم بالطريقة دي هحشيه الطماطم بالطريقة دي هحشيت البطنجانة طماط ماية وهحط توقفوا هنا اهلا حاجة في الاكلة انك ممكن تفنن يعني ممكن تحشي البتنجان بطاطس ممكن تحشي طماطم ممكن تحشي بصل ممكن لو عندك نوع خضار تانية ممكن تضيف معهم كوسا مثلا ممكن تضيف معهم بروكلي اي قرنبيط فلفل الوان فلفل اخضر بصيق ليكي حرية اختيار الخضار اللي انتو بتحبوه مع الفرح اي خضار مش هيقول لا او صدقوني التدبير لنفسه هتخلق معاكي الخضار تحفى هتحسي نفسك بتاكل خضار احلى من ورقة اللحمة كمان بكتير مغزي جدا لاني احنا هنا مش هنهلك بقى الخضار في السوى لا الخضار هيبقى محتفظ بشكله وفي قيمته الغزائية الحلو بقى دلوقتي ان انا هتطلع لك الخضار ده بشكله كده مش هيتهري منك ابدا ولا هيبقى شكله متغير عن كده بصوا انا هنا بقى على الليد بقى حطيت الطماطم مع البصل بصل 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 الوان يعني احمر مع ابيض مع حشيتهم بتنجانة بصوا بقى شكلهم حلوة ازاي ممكن تعملون كلهم كده انا بعد ما عملتها اقولت انا هعملهم بقى خلص كلهم كده بقى شكلهم حلوة اوي 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 بالطريقة دي هنشكها في اسياح الشيش طوي خلص كل بقى الكمية اللي معايا ماين الخضار وزاي ما قلتلكم انتو ليكم حرية اختيار نوع الخضار اللي يعجبكم الحاجة اللي انتو بتحبوها الحاجة اللي ولادكم بيحبوها ممكن تعملوها طبعا احنا بنظلم اوي الخضار معانا في الاكل يعني ناس كتير جدا ما بتعرفش او ما عندهاش افكار كتير للخضار معاني الخضار ده مهم جدا وبالذات يا جماعة البتنجان مهمة اوي اوي صدقوني يعني بيعالج نسبة انامية جوه الجسم ومفيد جدا جدا مليان حديد واحنا بصراحة يعني ما بنعملوش كتير كده انا خلصت الكمية اللي انتو شايفينها وهوريكم دلوقتي انا حبيت اعمل حاجة مختلفة جبت بدنجان مثلا لو انت مش عايز التقطيع دي ووريتك حاجة تانية فكرة تانية ان احنا هنقطعهم كده مكعبات لو احنا مش حابين التشكيلة اللي انا عملتها في الاول انا دلوقتي هعملهم على هيئة مكعبات برضو هيطلعوا حلوين اوي اوي زي ما انتو شايفين كده هيبقى شكلهم حلو وزريف كمان هقولكم على طريقة التسوية دلوقتي احنا لو احنا سبناهم على كده بس على المتجز هتقولولي اكيد هينشفوا طبعا اكيد هينشفوا اه ولو دخلناهم الفرن على كده الخضار مش هيبقى بالحلاوة اللي انت بتوصفيها طبعا مش هيبقى بالحلاوة دي طب احنا نعمل ايه بقى نسوي طريقة الكباب الفراخ دي بايه هقولك دلوقتي حالا بس هقولك قبل ما اقولك اه ممكن تستخدمي بدل اللحمة ممكن تستخدمي اسماك فلي في الاكلة دي عشان انا هقولك كل البداي يعني ممكن تستخدمي سمك الفلي وممكن تستخدمي اللحمة بس لو هتستخدمي لحمة لازم تتبليها كويس جدا وتستخدمي النوع اللحمة يكون ناعم كده في ليه مثلا علشان ما يبقاش شدد معاكي انا جربتها بالفراخ وجربتها باللحمة وجربتها بالسمك بس انا صورت لكم دلوقتي الفراخ شايفين شكلهم اصلا يعني مش محتاجين كلام تاني بقى الخضار اللي هيزيد معاكي هترسيه كده في الصنية او في الصاجة دي على فكرة يا جماعة صاجة الفرن عشان ما تستغربوش وتقولوا لي ايه الصاجة دي الصاجة دي هي عبارة عن صاجة الفرن بشوي فيها عادي جدا وبعد كده بغسلها مافيش اي مشكلة وبترجع زي الفل بالنسبة لطريقة غسلها بتضيفي بيكاربونات مع خل مع طاق سائل الاطباق بتبقى معاكي مافيش بعد كده تاني بضيف كوباية من عصير الطماطم كوباية واحدة بس مش عايزة اكتر من كده عشان انا بقى مش عايزة اقلبها صنية بطاطس يعني انا عايزهم يبقوا ما شويين بضيف بقى كوباية عصير طماطم بتكون تقيلة كده وبسخن البوتاجاز بفتح عين البوتاجاز وبسخنها وبعد كده بحط عليهم بقى الفراخ زي ما انتم شايفين كده اول ما يعملوا بمنظر بقى الشاوي الحلو ده بوطع عليهم البوتاجاز وبغطيهم باي حاجة تكون كبيرة صنية كبيرة صجة كبيرة ورق فويل اي حاجة وبسيبهم كده يستووا على البخار اللي هيطلع من عين البوتاجاز وعايز اقولك تستمتعي بقى بالاكلة الجميلة الحلوة دي ولو لسه ما اشتركتش في القناة ياريت بقى تمزلي تدوسي على كلمة اشتراك واتفعالي جرس التنبيهات جنبها على كلمة الكل ولو عجبك الوصفة ما تنسيش اللايك دلوقتي بقى هنقدم شايفين طلع معايا نفس الشكلات بهدل ولا اي حاجة ليه لاني مش حطى سائل كتير في الصنية وفي نفس الوقت بتسيالمها بطريقة بسيطة نقدم اي مع الاكلة دي نقدم الطحينة وطحينة انا عملها لك في القناة واسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف باربع معالق سمسم هتعملك كيلو طحينة كامل كيلو كامل باربع معالق سمسم بس واشتابع الطريقة واللينك في صندوق الوصف لدينا اللمون مع الصفر المخلل والفلفل من السنة للسنة هذه المخلات اللي انا بعملها في البيت وسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف العيش الجميل ده اللي انا عمله لك جوه البيت مش من بره عيش حلو قوي وسهل وبسيط جدا مش ريش العيش تاني بسيط وسهل كله من جوه البيت والسلطة الخضرة بتاعتنا وطبعا بنقدمها مع شريح اللمون وبنحط تحتها بقى الخضار وهو كسبرة الخضرة والبقدونس والشابة مع الطعين وشوية جرجير وبتبقى اكلة متينة عزومة بقى عزومة بفرخة واحدة بس مفيش غيرها واكلنا فراخ وخضار وسلطة ومخلل وطحينة وعيش وحاجة زي الفل وان شاء الله كده تبقى الوصفة سهلة عليكم وبسيطة لو لسه مشاركتوش في القناة ريت بقى تنزله وتدوسوا على كلمة اشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجميل في عالم الطبخ والطبيخ تحياتي لكم والفهنة وشفا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة